بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من دروس تفسير سورة ياسين للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين الأربعين والحادية والأربعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى وكل في فلك يسبحون حيث يقول الإمام فيه مسائل المسألة الأولى التنوين في قوله وكل عوض عن الإضافة التنوين في قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين للإضافة حتى لا يجتمع التعريف والتنكير في شيء واحد فلما سقط المضاف إليه لفظا رد التنوين عليه لفظا وفي المعنى معرف بالإضافة فإن قيل فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظا وتركها فنقول نعم وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليهم فإذا قال كل كذا يدخل في الفهم عموم أكثر من العموم عند الإضافة وهذا كما في قبل وبعد وهذا كما في قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف إليه وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل كل شيء فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كلهم وبين قولنا كل هل بينها فرق نقول نعم عند قولك كلهم تثبت الأمر للاقتصار عليهم وعند قولك كل منهم تثبت الأمر أولا للعموم ثم تستدرك بالتخصيص فتقول منهم وعند قولك كل تثبت الأمر على العموم وتتركه عليه المسألة الثانية إذا كان كل بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال يسبحون نقول الجواب عنه من وجوه أحدها ما بينا أن قوله كل للعموم فكأنه أخبر عن كل كوكب في السماء سيار ثانيها أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظرا إلى كونه لفظا موحدا غير مثن ولا مجموع ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعا إذن كل أو لفظ كل يجوز أن يوحد نظرا إلى كونه موحدا لفظا غير مثن ولا مجموع ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعا وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى فعلى هذا يحسن أن يقول القائل زيد وعمر كل جاء نظرا إلى أنه موحد لفظا أو كل جاء نظرا إلى أنه جمع في المعنى ولا يقول كل جاء بالتثنية وثالثها لما قال ولا الليل سابق النهار والمراد ما في الليل من الكواكب قال يسبحون المسألة الثالثة الفلك ماذا ما هو الفلك نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لأن أهل اللغة اتفقوا على أن فلكة المغزل سميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هي الخشبة المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود لألا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة فإن قيل فعلى هذا تكون السماء مستديرة وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السماء مبسوطة ليس لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي ويدل عليه قوله تعالى والسقف المرفوع نقول ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة ودل الدليل الحسي على كونها مستديرة فوجب المصير إليه أما الأول فظاهر لأن السقف المقبب لا يخرج عن كونه سقفا وكذلك كونها على جبال وأما الدليل الحسي فوجوه أحدها أن من أمعن في السير في جانب الجنوب يظهر له كواكب مثل سهيل وغيره ظهورا أبدية حتى أن من يرصد يراه دائما ويخفى عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدية ولو لو كانت السماء مسطحة مستوية لبان الكل للكل بخلاف ما إذا كانت مستديرة فإن بعضه حينئذ يستتر بأطراف الأرض فلا يراه الثاني هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل مثلا فإذا غربت ظهر لنا كوكب في منطقة البروج من الحمل إلى الميزان ثم في قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذي كان طلوعه بعد طلوع الشمس وبالعكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعيا وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعيا الثالث هو أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم تطلع ولولا أن بعض السماء مستتر بالأرض وهو محل الشمس فينتشر نورها ولا يرى جرمها وإلا لما كان كذلك بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمها ونورها معا لكون السماء مستوية حينئذ مكشوفة كلها لكل أحد الرابع الرابع القمر إذا كسف في ساعة من الليل في جانب الشرق ثم سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الخسوف في ساعة أخرى قبل تلك الساعة التي رأى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف في وقت واحد في جميع نواحي العالم والليل مختلف فدل على أن الليل في جانب المشرق قبل الليل في جانب المغرب فالشمس غربت من عند أهل المشرق وهي بعد في السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية لما كان كذلك الخامس لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عندما يكون فوق رؤوسنا على المسامتة أقرب إلينا وعندما يكون على الأفق أبعد منا لأن العموم أصغر من القطر والوتد وكذلك في الشمس والكواكب كان يجب أن ترى أكبر لأن القريب يرى أكبر وليس كذلك فإن قيل جاز أن يكون وهو على الأفق على سطح السماء وعندما يكون على مسامتة رؤوسنا يكون في بحر السماء غائرا فيها لأن الخرق جائز على السماء نقول لا ننازع في جواز الخرق لكن القمر حينئذ تكون حركته في دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولأن نقول لو كان كذلك لكان القمر عند أهل المشرق وهو في منتصف نهارهم أكبر مقدار لكونه قريبا من رؤوسهم ضرورة فرضه على سطح السماء الأدنى وعندنا في بحر السماء وبالجملة الدلائل كثيرة والإكثار منها يليق بكتب الهيئة التي الغرض منها بيان ذلك العلم وبالجملة الدلائل كثيرة والإكثار منها يليق بكتب الهيئة التي الغرض منها بيان ذلك العلم وليس الغرض في التفسير بيان ذلك غير أن القدر الذي أوردناه يكفي في بيان كونه فلكا مستديرا المسألة الرابعة هذا يدل على أن لكل كوكب فلكا فما قولك فيه نقول أما السبعة السيارة وهي الشمس وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والقمر فلكل فلك وأما الكواكب الأخر فقيل للكل فلك واحد ولنذكر كلاما مختصرا في هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول قيل إن للقمر فلك لأن حركته أسرع من حركة الستة الباقية وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة والبطء والممر فإن بعضها يمر في دائرة وبعضها في دائرة أخرى حتى في بعض الأوقات يمر بعضها ببعض ولا يكسفه وفي بعض الأوقات يكسفه فلكل أو فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الهيئة قالوا فكل فلك هو جسم كرة يقول الإمام وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل أو لكل فلك هو كرة ثم إن أهل الهيئة قالوا فكل فلك هو جسم كرة يقول إمام وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها الكوكب بحركته والله تعالى قادر على أن يخلق الكوكب في كرة يكون وجوده فيها كوجود مسمار مغرق في ثخن كرة مجوفة ويدير الكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة وعلى مذهب أرباب الهيئة حركة الكواكب السيارة على هذا الوجه وهو عز وجل قادر على أن يخلق حلقة تحيط بها أربعة سطوح متوازية فإنها أربع دوائر متوازية كحجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا من وسطه طاحونة من طواحين اليد ويبقى منه حلقة تحيط بها سطوح ودوائر كما ذكرنا وتكون الكواكب فيه وهو فلك فتدور تلك الحلقة وتدير الكوكب والحركة على هذا الوجه وإن كانت مقدورة لكن لم يذهب إليها أحد ممن يعتبر وكذلك هو عز وجل قادر على أن يجعل الكواكب بحيث تشق السماء فتجعل دائرة متوهمة كما لو فرضت سمكة في الماء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى موضع من الجانب الآخر على استداره وهذا هو المفهوم من قوله تعالى وكل في فلك يسبحون والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه وأرباب الهيئة أنكروا ذلك وقالوا لا تجوز الحركة على هذا الوجه لأن الكوكب له جرم فإذا شق السماء وتحرك فإما أن يكون موضع دورانه ينشق ويلتأم كالماء تحركه السمكة أو لا ينشق ولا يلتأم بل هناك خلاء يدور الكوكب فيه لكن الخلاء محال والسماء لا تقبل الشق والالتئام هذا ما اعتمدوا عليه ونحن نقول كلاهما جائز أما الخلاء فلا يحتاج إليه هاهنا لأن قوله تعالى يسبحون يفهم منه أنه بشق والتئام وأما امتناع الشق والالتئام فلا دليل لهم عليه وشبهتهم في المحدد للجهات وهي هناك ضعيفة ثم إنهم قالوا على ما بينا تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات ولو كان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف في الوقت الذي يحكم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لأن نقول للشمس فلكان أحدهما مركزه مركز العالم وثانيهما مركزه فوق مركز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين القيض والشمس كرة في الفلك الخارج المركز تدور بدورانه في السنة دوره فإذا جعلت في الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها في الأوج وإذا حصلت في الجانب الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون في الحضيد وأما القمر فله فلك شامل لجميع أجزائه وأفلاكه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به كالقشرة الفوقانية من البصل وفلك ثالث في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المركز في فلك الشمس وفي الفلك الخارج المركز كرة مثل جرم الشمس وفي الكرة القمر مركوز كمسمار في كرة مغرق فيها ويسمى الفلك الفوقاني الجوزهر والخارج والخارج المركز يسمى الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه الفلك الحامل يسمى الفلك المائل والقرة التي في الحامل تسمى فلك التدوير وكذلك قالوا في الكواكب الخمسة الباقية من السيارات وكذلك قالوا في الكواكب الخمسة الباقية من السيارات غير أن الفوقاني الذي سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا للسبعة السيارة أربعة وعشرين فلك هي الفلك الأعلى وفلك البروج ولزحل ثلاثة أفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير وللمشتري ثلاثة كما لزحل وللمريخ كذلك ثلاثة وللشمس فلكان الممثل والخارج المركز وللزهرة ثلاثة أفلاك كما للعلويات ولعطارد أربعة أفلاك الثلاثة التي ذكرناها في العلويات وفلك آخر يسمونه المدير وللقمر أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كالجوزهر لأن المدير غير محيط بأفلاك عطارد وفلك الجوزهر محيط بأفلاك القمر ومنهم من زاد في الخمسة في كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها مركبة من ثلاثة أفلاك وقالوا إن بسبب هذه الأجرام تختلف حركات الكواكب ويكون لها عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة هذا كلام هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والاقتصار هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والاقتصار ونحن نقول لا يبعد من قدرة الله عز وجل خلق مثل ذلك وأما على سبيل الوجوب فلا نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة الله تعالى وكذلك عرضها وطولها وبطءها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام المسألة الخامسة قال المنجمون الكواكب أحياء بدليل أنه تعالى قال يسبحون وذلك لا يطلق إلا على العاقل نقول إن أردتم القدر الذي يصح به التسبيح فنقول به لأنه ما من شيء من هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله تعالى على ما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن أردتم شيئا آخر فلم يثبت ذلك والاستعمال اللغوي لا يدل كما في قوله تعالى في حق الأصنام على لسان إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تنطقون تنطقون الواو والنون تستعمل للعاقل ومع هذا لم يدل ذلك على أن الأصنام عاقلة ثم قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ولها مناسبة مع ما تقدم من وجهين أحدهما أنه تعالى لما من بإحياء الأرض وهي مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر عليها بل جعل للإنسان طريقا يتخذ من البحر يتوسطه أو يسير فيه كما يسير في البر وهذا حينئذ كقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ويؤيد هذا قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إذا فسرناه بأن المراد الإبل فإنها كسفن البراري وثانيهما هو أنه تعالى لما بيّن سباحة الكواكب في الأفلاك ذكر ما هو مثله وهو سباحة الفلك في البحار ولها وجه ثالث وهي أن الأمور التي أنعم الله تعالى بها على عباده منها ضرورية ومنها نافعة والأول للحاجة والثاني للزينة فخلق الأرض وإحياؤها من القبيل الأول فإنها المكان الذي لولاه لما وجد الإنسان ولولا إحياؤها لما عاش والليل والنهار في قوله وآية لهم الليل أيضا من القبيل الأول لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الإنسان والشمس والقمر وحركتهما من هذا القبيل أي من الأمور الضرورية التي من الله عز وجل بها على عباده لو لم تكن لما عاش الإنسان ثم إنه تعالى لما ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو الزين آيتين إحداهما الفلك التي تجري في البحر فيستخرج من البحر ما يتزين به كما قال تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وثانيتهما الدواب التي هي في البر كالفلك في البحر في قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن الدواب زينة كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فيكون استدلالا عليهم بالضروري والنافع لا يقال بأن النافع ذكره في قوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فإنها للزينة لا يقال هذا لأن نقول ذلك حصل تبعا للضروري لأن الله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء عليها كذلك لزم أن يخرج من الجنة النخيل والأعناب بقدرة الله تعالى وأما الفلك فمقصود لا تبع ونقف عند الأبحاث اللغوية والمعنوية التي ذكرها الإمام في تفسير قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون نقرأ هذه الأبحاث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا